بسم الله الرحمن الرحيم المقدس قرينا منه قبل كده أكيد هنقرأ منه تاني عبارة عن خمس أجزاء ده غلاف الجزء الخامس المجموعة الكتابية رقم واحد المدخل إلى الكتاب المقدس الجزء الخامس من بوليس إلى يوحنا وسائر الرسل تأليف الخوري بوليس الفغالي دكتور في اللهوت والفلسفة منشورات المكتبة البوليسية هو مرجع كاتوليكي بوليس الفغالي نار على علم ده مرجع في غاية الأهمية في الصفحة رقم واحد وخمسين بيتكلم عن الإنجيل بحسب يوحنا وبيتكلم عن شخص يسوع والنقطة دي احنا تكلمنا عنها كتير جدا قبل كده فكرة أن الأنجيل الأربعة ماتة ومرقص ولوقة ويوحنا كل إنجيل كأنه بيعرض شخص يسوع أو شخصية يسوع بطريقة مختلفة فلما تيجي تقرأ إنجيل مورقص هتلاقي إن شخص يسوع شخصية يسوع في إنجيل مورقص غير شخصية يسوع في إنجيل يوحنا وأنا بعتقد إن دي مشكلة من أعظم المشاكل اللي بتشكك فيه مصداقية ومدى تاريخية المعلومات اللي موجودة في الإنجيل إزاي أنا أقرأ كتاب بيتكلم عن شخص أخرج من هذا الكتاب إن شخصية الإنسان ده بشكل معين بمعنى إنه بيعيش حياته بطريقة معينة إنه بيتكلم مع الناس بطريقة معينة إنه بيتعامل مع الناس بطريقة معينة شخصيته في الكتاب ده بشكل وشخصيته في الكتاب الآخر شكل تاني خالص يصل إلى درجة التناقض فهنا هو بيتكلم عن شخص يسوع شخصية المسيح في الأناجيل وبيقارن تحديدا يحنى ومرقص اش معنى يحنى ومرقص يحنى آخر انجيل ومرقص أول انجيل فأول انجيل اللي هو انجيل مورقص وهنجيب اكتباسات تانية بتأكد على نفس الكلام ده شخصية يسوع في انجيل مورقص مختلفة تماما عن شخصية يسوع في انجيل يحنى طب اش معنى انجيل يحنى لان انجيل يحنى آخر انجيل كتب والنصارى بيدعو ان انجيل يحنى في ملامح خريستولوجية هامة جدا وبيدعو فكرة ان انجيل يحنى تكتب اصلا علشان يثبت ألوهية المسيح هنشوف الكلام ده بعد شوال فهنا كاتب لك يحنى ومرقص هناك اختلاف واضح بين عرض مورقص لشخص يسوع وعرض يحنى له قالك مورقص ماشي في سكة ايه السر المسيحاني اللي يعرف ان انا المسيح نجيبش سر الحد دي من ضمن الملامح البارزة في الفرق ما بين شخص يسوع في مورقص وشخص يسوع في يحنى ما ان تفوه بطرس بإعلانه المسيحاني حتى فرض عليه يسوع الصمت تعرف الناس كله اما في الانجيل الرابع فما ان يلتقي التلاميذ بيسوع للمرة الاولى حتى يعبروا عن حمسهم بأقوال متنوعة ويسوع لا يعارض يعني كأنه اللي هو يلا بنا يلا كل الناس تعرف أنا يسوع المسيح كان بيجي له حد يقول له انت يقولش الحد في إنجيل يوحنى عادي جدا بل يتجاوزها فيقدم نفسه يعني ما عندوش ما فيش حدة السر بيعلن عادي بيعلن وبيقول وهكذا بدأ يحط عنوين بيدرس فيها في إنجيل يوحنى يسوع هو إنسان حقيقي وبعدين دخل في موضوع ألقاب يسوع وألقاب يسوع هامة جدا هنا تجد إنه إذا أرادنا أن ندخل فيه كريستولوجية يوحنى يعني إيه كريستولوجية يوحنى يعني العقيدة اللي إنجيل يوحنى بيعلمها فيما يخص المسيح إنجيل يوحنى لما تقرأ كان يريد منك تطلع بإيه عن المسيح لما تقرأ إنجيل يوحنى كان يريد منك اعتقادك يكون إيه في المسيح فهنا المهم بيتكلم عن ألقاب يسوع اللي مذكورة في إنجيل يوحنى قالك عنده ألقاب عديدة حمل الله ابن أو مختار الله ربي المسيح وفي رأس الهرم لقب ابن الإنسان أيضاً الابن العريس مخلص العالم النبي الآتي قدوس الله ربي وإلهي وتزيد أيضاً التسميات الرمزية أنا هو خبز الحياة نور العالم ومش عارف منه خلي بالك من النقطة دي بقى قالك من ضمن الحاجات اللي بيعلمها كاتب إنجيل يوحنى فكرة إن المسيح هو النبي المرسل من الله واضحة أيضاً في إنجيل يوحنى يشكل الاعتراف بيسوع كنبي مرسل من الله الخطوة الأولى في مسيرة الإيمان ودي نقطة مهمة جداً اللي هو يعني لو فيه أوضح شيء عن المسيح ممكن تعتقده فيه إنه نبي مرسل من الله وطبعاً هنا مش بيقولك ده كده وبس هو هنا بيقولك دي الخطوة الأولى يعني فيه حاجات أعلى من كده أو بعد كده لكن دي الخطوة الأولى هذا هو الوضع بالنسبة إلى السامرية اعترفت إنه النبي المولود أعمى اعترف بنبوته وقالك طب الخطوة الثانية تقوم بأن تعلن أنه النبي الذي أنبق به موسى من أجل أزمنة الخلاص تربط بقى إن إرساليته دي لها علاقة بالخلاص وتبني عليها بقى أكتر من كده هنا فيه ملمح بيذكروا بوليس الفغالي نميز استعمال ابن الإنسان عن استعمال الابن فكلمة ابن تشير إلى علاقة مع الابن ماشي؟ دي مهمة لأن فيه نصوص كثيرة لما بتتكلم عن الابن بيتصفه بأشياء بتوضح طبيعة العلاقة هو نفسه بيقول إيه بقى طبيعة العلاقة قالك يظهر يوحنى عظمة الابن التي لا تقابل ولكنه يحتفظ بعبارات كثيرة تدل على تبعية الابن للابن النقطة هنا اللي أنا يعني ما استغربها واضح جدا طبعا إن العقيدة الخريستولوجية اللي موجودة في إنجيل يوحنى عقيدة عالية عقيدة عالية اللي هو لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق الإطراء والغلو والارتفاع ومع ذلك فيها تأكيد على أساسيات تتعارض تماما مع اعتقاد أبا عصر مجام يعني فكرة إن إنجيل يوحنى مازال مصمم إن المسيح هو النبي المرسل من الله كويس ومازال مصمم إن فيه تبعية تبعية الابن للآب يا أخي يكفي إن إنجيل يوحنى هو اللي فيه النص اللي بيصرح بشكل واضح إن الأب هو لإله الحقيق الوحيد هنا بيتكلم عن تبعية الابن للآب فيسوع هو ابن يصغي بيسمع بيسمع الكلام يعني لهذا لا يعمل إلا ما يرى الآب يعمله مش من بزاجه وهو لا يستقبل إلا التلاميذ الذين أرسلهم الآب إليه ولا هدف له إلا أن يتم مشيئة الآب ولا يطلب إلا مجد الذي أرسله وهذا التجرد التام هو ختم يشهد على واقع رسالته ولو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا أبي هو الذي يمجدني وهو الذي تقولون إنه إلهنا شوف هنا برضو بيتكلم يعني آه لازم نعترف إن إنجيل يوحنى فيه نصوص بتتكلم عن علاقة ما بين الإبن والآب مش موجودة في أي إنجيل آخر لكن دي مش قضيتنا دلوقتي هنا هو مثلا بيقول هناك وحدة طبيعية حقيقية بين الأب والإبن فلنفترض ذلك إنه هو بيفهم نص أنا والأب واحد بالشكل ده رغم إن في نصوص تانية تكونوا واحدا كما أننا واحد مش قضيتنا دلوقتي هنا قالك وفي هذا الاندفاع من التبعية المتواضعة التي تكلمنا عنه يعلن المسيح برضو في إنجيل يوحنى أن الآب أعظم منه أبي أعظم مني الآب أعظم من الكل وهو في صلاته الأخيرة يطلب من أبيه أن يعطيه المجد الذي كان له يبقى في الآخر رغم إن في نصوص بتخلي آه المسيح هو الإبن وعلاقته بالآب فريدة إلا إن هو برضو ما فيهوش اعتقاد عصر المجامع فيه تبعية واضحة الآب هو الإله الحقيقي الوحيد الآب أعظم من الإبن والآب أعظم من الكل والمسيح كنبي مرسل من الله ما بيسمعش غير كلام الأب وما بيعملش غير الأب يريد منه أن يعمله وهكذا وهكذا هنا باجه في موضوع لهوت الكلمة الذي صار بشرا كلم عن يوحنى واحد واحد فبيقول ونصل إلى قمة الكريستولوجية اليوحنوية في المطلع الذي يعلن أن يسوع هو منذ الأزل اللوجوس الإلهي مش إنه الله لا هو اللوجوس الإلهي أنا تعليقي على هذه القضية لو تنزلنا بغض النظر إن فيه إشكاليات إن كاتب إنجيل يوحنى غالبا الدباجة أو البداية بتاعت يوحنى 1-1 لغاية 1-14 أو أي إن كان 1-18 دي ما كانتش موجودة في أصل إنجيل يوحنى وعرضنا الكلام ده من مراجع ونعرض تاني في فيديوهات أخرى قادمة بإذن الله عز وجل الفكرة هنا إيه مرة تانية إن ده مش نفس اعتقاد أبا عصر المجامع حتى لو قلنا إن كاتب إنجيل يوحنى بيقول إن فيه علاقة فريدة ما بين الأب والإبن وإن الإبن ده هو اللوجوس الإلهي وإن في وقت من الأوقات نزل من السماء وصار بشرا وعاش على الأرض كإنسان إلا إنه في النهاية التبعية الرتب في الألوهية التدني واضح جدا في إنجيل يوحنى لا يمكن إنكاره نفس الأفلاطونية الحديثة اللي نجدها في كتابات أوريجانوس إن الآب هو الإله الحقيقي الوحيد وإن الآب أعظم من الإبن وأعظم من الكل وإن الآب هو إله المسيح لو أنا هتنزل أو هكون منصف واعترف ببعض الأمور اللي موجودة في إنجيل يوحنى فيما يخص شخص يسوع فأول نقطة قلناها إن شخص يسوع في إنجيل يوحنى بالفعل مختلف عن شخص يسوع في الأنجيل التانية خصوصا إنجيل موركس وإن الكريستولوجيا اليوحنوية وصلة مستوى عالي مش موجود في الأنجيل التانية لكنه في النهاية لم يصل إلى درجة اعتقاد أباء عصر المجال ولعل ده له علاقة بإنه الإنجيل الأخير اللي تكتب في أواخر القرن الأول ميلادي فهذا التصور اللي بيربط ما بين المسيح خلي بالك هنا بيقولك اللوغوس الكلمة الإلهي شبه اللي موجود في سفر الرؤية واللي اتنين أصفار متأخرة جدا آخر القرن الأول ميلادي آخر أصفار تكتبت في العهد الجديد فيهم نفس الفكرة بزعمه ببقى ده معناه إن فكرة إن يسوع هو اللوغوس الإلهي وبما إنه اللوغوس الإلهي فلو علاقة فريدة كابن مع الآب لكن مع ذلك فيه تبعية وفيه تدني وفيه رتب في الألوهي بس لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني ولا تنسى أن تقوم مشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة لو أنت شايف إن هذا المحتوى استحق الدعم والرعاية فقم بزيارة صفحتنا على بيتريون أو بيبال أو حتى قم بالإنساب للقناة ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة